موسيقى مشاهدين الأفاضل أينما كنتم أهلا مرحبا بكم في عادة جديد من مساء الأنيس الحديث هذه المرة عن القضية الفلسطينية وعن إحدى المبادرات التي تنبع من الجزائر هي مبادرة لجمعية وطنية جمعية الإرشاد والإصلاح مبادرة لإغاثة وإعادة إعمار خاصة قطاع غزة قطاع غزة الذي تعرض قبل أسابيع إلى قصف ممنهج وكبير من طرف الاحتلال الصهيوني سنتعرف على هذه المبادرة أقول رفقة ضيفي هنا الحاضر مع إبليو ستوديو رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح السيد نوردين حزام أستاذ نصر الدين مرحبا بك معنا مرة أخرى الله يبرك فيك وسهل الشرف لياك أستاذ نصر الدين إذن هي حملة جديدة من ضمن حملاتكم التي عاهدناها دائما أن نتندرج في الشقة الإغاثي والخيري هذه المرة هي حملة جديدة إلى فلسطين إلى غزة من أجل من صحة تعبير إغاثة إخواننا هناك في غزة خاصة وإهالة أعمار لكن قبل أن نتحدث عن هذه المبادرة فهو سؤال وجودي يعني نطرحه دائما على أنفسنا من باب التذكير وأيضا من باب معرفة حقا ماذا نريد وماذا نفعل لماذا مساعدة فلسطين بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة وبعد لكم طاقم الأنيس وكل المشاهدي قناة الأنيس فلسطين بالنسبة للجزائريين ولكل المسلمين عبر أقطار العالم وحتى الأحرار هي قضية عادلة يعني بالعموم هي قضية إنسانية شعب يعتدى عليه تسلب أرضه يهجر من أرضه تمارس عليه كل أشكال التنكيل والعذاب وغيرها من العمليات الإجرامية من قبل احتلال معروف أصله ومعروف من أين أتى وكيف أتى يعني وهذه القضايا موثقة خلينا نقولها بعبارة أخرى بالنسبة للمسلمين هي قضية مقدسة فلسطين ليست أرض وطين كما يقال وإنما هي عقيدة ودين هي مهبط الأنبياء والوحي هي مصرى النبي صلى الله عليه وسلم محمد هي أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك والذي يعني يا ربي سبحانه قال باركنا حوله حوله ليس محيطه فقط وإنما حوله يمتد إلى تقريب عموم فلسطين فبالنسبة لنا يعني كجزائريين ننتمئوا إلى هذه الأمة الفلسطين هي مسألة عقيدة هي مسألة مبدأ هي مسألة شعب مضطهد هي مقدسة مسلوبة مدنسة معتدى عليها هي تصفية احتلال إذا صح التعبير يعني ما تقومون به بالنسبة لكم أمر عادي وطبيعي بل هو واجب يعني نعم هو واجب إذا تقعص يعني قلتها مرة في إحدى لقاءاتنا العامة قلت إذا تقعصت الحكومة سوف نحملها حملاً وإذا قد تقعصت الأحزاب سوف نحملها حملاً وإذا قد تقعصت الجمعية سوف نحملها حملاً لأن هذه المسألة ليست مسألة على الاختيار أو هي قال حق الشعب الفلسطيني مع أن الشعب الفلسطيني هو يدبر راته لا صحيح الشعب الفلسطيني هو في فوهة البركان وواجب عليه الدفاع عن كل شبر في فلسطين لكن كل المسلمين في أصلاع الدنيا وأحرار العالم واجب عليهم أن ينصروا هذا الشعب أنا أردت أن أبدأ بهذا الجانب المفاهيمي لمغزو مقصد لأنه أصبحت الكثير من الدول تتسالع إلى التطبيع وما هذا التطبيع بدأ يظهر مفاهيم جديدة على مستوى الشعبي لماذا نهتم بفلسطين لماذا الجمعيات تساهم في فلسطين في حين أن بلداننا نتعاني ونحن نعرف ذلك فأصبحت هذه المفاهيم ربما جديدة علينا تقريباً شوف نحن كمسلمين عندنا معاني في ديننا تخلينا نفهم هذا القضايا ببساطة مثلاً قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة يعني أنت عندك خوك في فرنسا ومحتاج تعاونوا لما تعاونوش وانت محتاج هنا انت محتاج هنا في الجزائر عندك خوك في أمريكا يدرس ولا يعمل وصرات بيه أمور تعاونوا لما تعاونوش تعاونوا معنى ممكن تروح تسلف وتكلف وانت محتاج محتاج السكن محتاج ممكن بالك إلى سيارة محتاج يعني للدواء محتاج تعاونوا هذا خليناه بالمنطقة البسيط والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما المؤمنون في تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسمن والحمى مع أنت أحنا أمة الإسلام منتشر الله يبقى منتجها إلى جاكرتا إذا الشعب هناك في أسقاع يعني أبعد نقطة في الدنيا يتألم مثل شعب الروهينغا مثل الأغوار مثل اليمن مثل العراق مثل السودان مثل الصومال مثل أفريقيا الوسطى مثل ذا وسوريا وغيرها من الدول كذلك الشعب الفلسطيني يراه تحت وطأة الاحتلال واجبع لنا هنا قصة القصة يعني بسيطة ممكن تمر رسالة إلى عموم شعب الجزائري ظهرنا أحد الأساتذة الأفاضل الفلسطينيين هو من مدينة نابلس وهو دكتور في أصول الفقه الدكتور مفيد أبو عمشا وفي خلال حديثه للناس يتحدث قال أنا كنت صغير بالابتدائي والوالد أعطاني بريزة كما نقوله احنا ميات فرانك يعني عملة العملة تحمل أعطاه بريزة هي مصروف اليومي أعطاني بريزة وقال يعني هذه مصروفك اليومي قال احنا في القسم دخل ممثل الثورة الجزائرية جاء إلى أرض فلسطين جاء يطلب بالمساعدة والدم قال أخذت هذه البريزة وحطيتها في صندوق التضامن لأجل الشعب الجزائري فلولا تضامن يعني الأشقاء في ثورة الجزائر هل كانت استطيع الجزائر أن يعني تنال الحرية وتستعيد السيادة تحا لا أظن هذا وهذا هو السر في هذه الأمة في سواء المغرب العربي أو في إفريقيا أو في أسيا أو في غيرها من الدول هذا هو السر يعني اللي يجمع الأمات طيب أستاذ نصر الدين أنا ربما أيضا أعود خليني أرجع إلى ما حدث قبل أسابيع من قصف على قطاع غزة كيف تابعتم هذه الأحداث يعني المؤلمة فعلا والله تابعناها ككل يعني أحرار العالم وكل مسلم غيور على دينه وغير على أرض فلسطين والمقدسات يعني بألم خاصة للناس صايمة ويعني في عبادة والناس تحوس يعني تحافظ على مقدساتها لكن في المقابل محتل غاشم له أجندة وهي طمس الهوية الفلسطينية وخلاص تزول من خارطة هذه فلسطين ويعطوها اسم إسرائيل وتزول المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي يعني نحي فيه بالمناسبة المرابطين والقائمين والصامدين الرجال ونساء والشباب الذين صمدوا أمام هذه الهجمة الشريصة تابعناها بألم يعني كيف تحلولك العبادة كيف تحلولك الصيام وانت تسمع كل يوم يعني قصف للمباني وأطفال صغار يموتون ونساء ورجال وشيوخ ومنشآت يعني خدمية للشعب الفلسطيني كالكهرباء والماء وغيرها والسولار يعني هذه القضايا نستعاني يعني صح يعني تابعناها بغم ونكد ودعاء وذلك كان الشعر تعنا يد بالدعاء ويد بالعضاء نعم ومن هذا الباب يعني بعد كل هذا ما جرى في غزة بعد كل ما حدث من قصف وعدوان غزة ما زالت حية وترسم لنا ربما معاني كبيرة في حب الحياة والدفاع عن هذا الأرض جاءت مبادرتكم التي هي بعنوان يد بالعطاء ويد بالدعاء ويد بالدعاء طيب ما هي الأبعاد المرجوة من هذا المبادرة شوف على ذكر هذا يعني الشعار هذا اللي حقيقة نحن نعرف بأنما الإنسان يملك من الوسائل ما جادت به يعني قريحته أو ما كان متاح متوفر لي ما عندنا سلاح نستطيع أن نعين به إخواننا في فلسطين ما عندنا يعني قوة كبيرة قال نروحوا باش نساعدوا في محلتهم لكن وش نملك نملك يد الدعاء أن الله سبحانه عز وجل يفرج عليهم ويعينهم ويقويهم وأن يعطينا ربي سبحانه عز وجل القدرة على أن نقدمونهم خدمات فيما نستطيع واليد الأخرى هي يد الأسخياء يد المحسنين يد البر والخير يد البيضاء القلوب البيضاء والوجوه البيضاء الذين يعني جعلوا في أموالهم حقيقة حق للسائل والمحروم السائل الذي يسألك وفلسطين يسألنا المساعدة وليس ما عندنا السائل غير الفقير لا يسأل مساعدة فهو سائل ويعني نحيل لنا المحسنين وأهل الخير والبر وأصحاب القلوب البيضاء والوجوه البيضاء والأيدي البيضاء حييم على الهبة تحهم في كل الأصعدة ومع جميع الجمعيات في أهبتهم التضامنية مع فلسطين ولذلك قلنا يعني يد بالدعاء ندعو لهم أن يفرج الله ويد كذلك بالعطاء أن نقدم لهم ما يمكن تقديمه وهذا حتى الإنسان يرفع الحرج عن نفسه أمام الله وأمام التاريخ طيب أنا أنا سألت عن الأبعاد المرجوة من هذه وهي رمزية الشعار أنا أجب أني رمزيته يعني يد للدعاء ويد للعطاء وكأنها إشارة أن لا نكتفي فقط بالدعاء بل أن نبذل أكثر وكل شخص يبذل ما يستطيع يعني ففي رمزية يعني جمالية قلت هي رفع الحرج عن الإنسان رب العالمي يوم القيامة ما يسألك على ما عونت خوك والحديث القدسين عرفوها عبدي ماردت ولم تزرني قال كيف أزورك وأنت الله قال مارد عبدي فلان ولم تزوره ولو زرته لوجدتني عنده وهكذا استسقاك واستطعمك واستكساك فهذا إخوانك هذا في فلسطين أو في أي نقطة أخرى يستنصرونكم وإن يستنصرونكم في الدين فعليكم النصر فهذا استنصرون لأن فلسطين قال يطاربوا من أجل لقمة عيش وإنما يطاربوا لكرامتهم لوجودهم لحفاظ على مقدساتهم على هذا الموروث يعني الإسلامي القديم طيب أنا سأسأل سؤال ربما قد يراها البعض غريبا لكن خلينا باعتبار أنكم في الميدان حاب أن دي المقارنة إن صح التأبير لأن البعض يقول بأنه لأنه الاستعمار هو الصهيوني يعمل على عمل الوقت كل ما طال الوقت كل ما المسلمون نسأل القضية الفلسطينية فهل هذه المرة يتمستم هذا الجانب يعني وقل سخاء واهتمام الجزائرية خاصة بالقضية الفلسطينية يعني قل نقول لك هاجر نعم فرنسا المحتلة كي كمنت عليها مئة سنة في الجزائر 1930 حبت دير احتفالية وتناعت الرأي العالم العالمي قل لي خلاص الجزائر هذه أصبحت فرنسية نعم هاي ومعروفة لالجيري فرنسيز كذلك والمظاهرات اللي كانت تخرج لالجيري ميزلمان نعم تقولوا فرنسية احنا نقول لكم لالجزائر المسلمة هناك لالجزائر المسلمة ففاجأ الحاكم الفرنسي يفجئ بيعني الفتيات اللي حبوا يجرضوهم من الملاية ومن الحائك ومن السيطار تفاجئوا بهم بأنهم متمسكين يعني بأصالتهم ما يقبلوش ثقافة هذي ما يقبلوش بعد مائة سنة بعد مائة سنة فلسطيني ما زالت ما وصلتش مائة سنة كفاء لهم أن يطمع بأن يعني يستجابوا له وحقيقة أنهم يعملوا هذي يعني يعطيك معلومة نقلها لبعض الفلسطينيين يعني المهتمين في هذا الشأن هذا شركت الطيران تحم تعالى الاحتلال الصهيوني نعم أصبحوا يوزعوا أكلات تقليدية على الطائرة الفلافل يعني يستولوا حتى على المطبخ نعم نعم هذا خبث خبث مكر وهذه معركة حتى يستقر في الأذهان يعني وجود هذا الكيان هذا الذي لا أصل له وجوده في هذه الأرض وأحقيته في الأرض ويمحيلك كل التاريخ انتعك لغتك هويتك الهندام انتعك طريقة الأكل طريقة العيش يعني كل الأشياء فنقول هاي هات أن ينالوا هذا وأعتقد أنه هذا المرة أخذ ضربة في مقتل يعني الاحتلال الصهيوني صحيح ما تلقاه من المقاومة والتفاف الشعب الفلسطيني وأعتقد الأمس أو البارحة تنفيه معتمر كبير لكل أعيان وعشاء الفلسطينية تدعم المقاومة وبل أكثر من ذلك تدعوها إلى فتح التجنيد طوعي في صفوف المقاومة يعني فضربها في مقتل هذه المرة شوف الحرب هذه الأخيرة يعني سبحان الله العظيم يعني حتى أنا قلتها لو أن الفلسطينيون خططوا لها ما كانوا شي ما كانوا شي حقوا هذا النتائج حتى الاحتلال حتى الاحتلال لم يخطط إلى هذا هو خطط إيش آخر يعني هرولة للتطبيع دول يعني فقدت كارمتها وفقدت الماتع وجهها وراح تطبع قال خلاص سكوت عربي سوف يكون مطبق لرم داخل الفلسطين خاصة في بحث المسجد الأقصى تكون حاصرهم بالأمن والقمع والشعوب مستسخيمة والسبع شعوب ما عندهم ما تقدر تدير ويجيوا يدروا المسيرة تحهم هذيك وخلاص مع انتها ويخليوا الحي شيخ جراح هذا هو آخر حي اللي يساند المسجد الأقصى مع انتها هذا هو آخر حيساند مع انتها حاجز بينهم يستوليوا على المسجد الأقصى ويحقوا الأمنية من كان يقول أن الفلسطيني اللي في الداخل الفلسطيني اللي في العمق الفلسطيني اللي كان يعني حتى الاحتلال كانوا مقنين هذو شباب صائعين جيل جديد يعني جيل جديد يعني يعيش الاتفاضة تقريبا لم يعيش هولا يعني وعيش كل أسليب يعني الألمات على الحياة وتصير هناك عمليات يعني فدائية ضد المحتلين نقاط التفتيش وإلى غير ذلك من يقول بأن يعني الأقصى النساء والرجال يوقفوا هذهك اللي وقفها هذيك استماثة يعني ناس أصيبوا بالخلق بالغاز بيش يخرجوهم لكنهم لم يستسلموا يعني معركة لم يكن هناك شيء في الحسبان بعد السبعين أو ثلاثة وسبعين سنة يعني نعم من الطمس ومن التهويد ومن التطبيع يظهر جيل والمفاجأة الأخرى الثانية هي المقاومة بكل فصائلها لنحيوها حيوها مع أنت أحدثت المفاجأة الكبيرة وصنعت الفارق ونقتلت الرعب إلى الجهة الأخرى يعني خلاص معاش كين ذلك السيطرة الكلية وتفعل وتمشي ونشد فيديو يعني نشروه يعني قنوات غربية مش قنوات يعني تعنا قنوات تسجيل لطيار دولة الاحتلال يقول باللي كنا نقصف من أجل القصف يعني ما عندناش أهداف نحقها وهذه انتكاسة الانتصال المأنوي تقريبا فقط نعم هذه انتكاسة انتكاسة كبيرة فنقول يعني كان هناك حقيقة شعب الفلسطيني أعطى درس بليغ في قضية الوحدة وهذه دعوة إلى كل يعني القيادات الفلسطينية من أجل أن يتوحدوا على قضية تحرير فلسطين ما كانش غير هالقضية وأيضا أن نتوحد نحن كشعوب أن نعود إلى القضية الفلسطينية بمفاهيمها الواسعة أو الأصيلة يعني لأنه كما قلنا أصبحت في مفاهيم جديدة خاصة الأجيال الصغيرة نحن لم نعيش الانتفاضة لم نعيش السبعينات وما حدث من الحروب التي كانت شارك فيها العرب فأعتقد ربا ضارة نافعة بالنسبة لنا نحن صحيح صحيح القضية الفلسطينية في هذا المعركة الأخيرة هذه سيف القدس هذه يعني كان لها انتشار كالنار في الهشيم وتأثرت به برلمانات في دول أوروبية تأثرت به هيئة المتحدة وبعض اللي جان التابعة لها لإنصاف الحق الفلسطيني والحمد لله رب العالمين يعني هذا مكسب نتمنى إن شاء الله أن الدول العربية والإسلامية والأحرار يواصلوا المسيرة والنضال إن شاء الله وما ذلك على الله يا عزيز نرجع إلى المبادرة اللي أنتم سيرتموها وما زلت يعني إلى يومنا هذه المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة هذه المبادرة احنا بحكم علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات العاملة للقضية في أسطين وعلى رأسهم إلى كثير من الجزائرية موجودين داخلين منضمين هذه الهيئة هذه في هيئة الأمناء ونحن كذلك منها عنا علاصر من الجمعية موجودة في هذه الهيئة بالتنسيق معهم يعني لسنوات من حربة 2009 توجد مشاريع على الأرض مطروحة كانت مشاريع مطروحة لتنفذ يعني كتنمية والآن دخلت مشاريع أخرى هي إعادة إعمار مشاريع موجودة في مدارس في مستشفيات في بعض المرافق يعني اللي تقدم خدمات يعني مرافق ممكن حكومية كما مقار الشرط والمصالح الحماية المدنية والدفاع المدني هذه كذلك مع تقدم خدمات نهيك عن الطرقات وقضية المياه والكهرباء موجودة عندنا حزمة من المشاريع وإحنا طرحينها يعني طيب بالضبط خلينا نروح نشوف فيه برومو خاص من إعدادكم حول تفاصيل أكثر حول هذا نشوفه ونرجع يلا تفضل موسيقى 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 طيب شفنا هذا البرومو اللي ربما يحدد بعض الأسهم أنتم ما سميتوها أسهم حول المباني اللي يتطرد بشكل جزئي أو بشكل كلي يعني إعادة إعمار اللي قطع غز هي كانة حزمة من المشاريع ربما ما ظهر في البرومو يعني جزء منها لأننا احنا في تواصل كما قلت نعم وكل مرة تطلع عنا يعني حاجة جديدة وأنه حاول أن نطرحها الأولوية الآن هي قضية إعادة إعمار غزة في مثلا إسكان الناس يعني وخاصة فصل الصيف جاي وتعرف الصيف وش يرافق معه من حرارة وممكن حتى تنجم بعض الأمراض لإقدر الله يعني من جراء هذه الحرارة والركام اللي رأوا مرمي هذا يعني وإنه يدام شروط الحياة الكريمة مكانش 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 فهذه يعني أولوية بالنسبة اللي نرى نعمل عليها والحمد لله كانت استجابة استجابة يعني طيبة مباركة نصلا الله يبارك إن شاء الله في أموال المحسنين ويزيد يقوي ربي صبحانه عز وجل آخرين أن يساهموا نعم نقول شي يعني يريح النفس يعني شي يطمئن يعني إذا كان مثلا كلفة ترميم دار هي في حدود ألفين حتى تلتلتلف دولار يعني نقوله إحنا بدراهمنا في حدود واحدة ستين مليون أو سبعين مليون ترميم يعني بشكل جزء نعم تلقى مثلا المساهمة أن نقدروا نرموا مية حتى مية وخمسين دار ماشا مية وخمسين آية تقريبا نعم ما هذا شي طيب إذا كان نهيك على مشروع آخر يعني مشروع مسجد في منطقة آهلة بالسكان وتكفل به واحد فريد يعني جزاها الله خير ربي بارك إن شاء الله في في مال يعني هو أرد أن يساهم بمسجد واحد فريد إذا كان يعني لكل فتاعة تفوت يعني أربع ملاير جزائرية أو تقريب أربع ملاير جزائرية في مشروع آخر رح نطرحينه طرحينه مع اللجنة الشعبية لجزائرية للدعم في فلسطين وهو مستشفى في مدينة القدس وهذا مستشفى بكلفة كبيرة يعني يقدر يوصل حتى الخمسة وعشرين مليار لكن الحمد لله كان يعني تجاوى من جمعيات المنضمة إلى هذا اللجنة هذه ونعمل على إن شاء الله تحقيقه بإنها تبارك وتعالى فضلا على الإغاثة العاجلة وهي قضية الحقائب تعالى الأدوية تعرف الحرب هذه الناس تخرج من ديارها اللي مريض بالسكر يحتاج لنسلين واللي مريض بالضغط يحتاج دوتها الضغط واللي كذا واللي كذا واللي كذا بعض الوسائل التنظيف والنقاوة في هذا الفتر الحمد لله خدمنا عليها وفرنا ما نستطيع أن نوفره في الفترة ذي اللي كانت أيام بتاع الحرب وبعدها والآن نركز على هذه المشاريع الكبيرة لإعادة إعمار غزة إذن غزة بالتحديل غزة ليست وحدها اليوم إن شاء الله ليست وحدها نعم إن شاء الله ليست وحدها أقول كل العالم يعني كل العالم ونحيي تحية يعني طيبة للجزائر يعني حكومة وشعبا على الموقف الثابت والبطولي واللي يعني أكدوا الشعب في الميدان يعني كذا وأكدته السلطات الخطاب لسيد رئيس الجمهورية قل أكثر من مرة لاتفاقية العربية هي الأرض مقابل السلام ما كان لأرض ما كان لسلام فلما التطبيع ولما الهرولة نعم فهذا الموقف يعني خلينا كجزائرين نثق بأننا مع قضية عادلة وأننا لا نخشى إن شاء الله سوف يكون إن شاء الله الله معنا وفي عوننا لمساعدة إخواننا في فلسطين طيب أنا في الأخير أريد أن أسألك هذه كتجربة يعني من القصف والمبادرة والاهتمام بالقضية الفلسطينية يعني ماذا تعلمتم منها أنتم كجمعية يعني هذا المرة بالتحديد خلينا نستفادوا من تجربتكم والدروس اللي أخذتوها من تجربة والله يعني صراحة أن نتكلم على نفسي شخصيا نقول الدرس البليغ في هذا الحرب هذه سيف قدس أن الناس تملكوا يقين ناس عندها يقين يعني أشدت هذا الشخص قال كل أولاد توفوا الزوجة تعود وفات قالوا قلم الإبن في المستشفى في الاستعجالات هو قد يتكلم هكذا وقال كل موحد قال له خلاص كلمون إرهزت وفا الإبن يعني كل العائلة وبيدت فكان يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله تلك الأم اللي قلو لها استشهاد ابنها وتقول يعني لو عندي ابن آخر نزيل نقدمه يعني ما نيش نبكي عليها ما عنديش ابن آخر نزيل نقدمه القضية الفلسطينية يعني ثم تقدروا الفرنسا عند الطيارات عند الدبابات عند البراطورية أيوة أيوة والله صحي في حلف شمال إطلسي وإلى غير ذلك كان الثوار مسكين ممكن ما يكش بالتأيام بالربع يمشي مئات الكيلومتر على رجليه الدم يعود يسيح من رجليه النسوى الناس في القرى والمداشر ما عندما مش يشكل أولادهم وهم يخبزوا يطيبوا يعطيوه للمسبلين ومجاهدين مع أن النس كانت جمل بالقضية عندها يقين هذا الذي تعلمناه من هذا الحرب أن النس كانت عندها يقين واللي عنده يقين ما تخافش أبشر إن شاء الله سوف ينال شكرا لك على توجدك معنا اليوم تمنياتنا لكم بكل التوفيق وهي دعوة اليوم إلى كل الجزائريين كل من تابعنا كل من سيتابعنا أن يلتف حول هذه المبادرة ومبادرات أخرى التي كلها تساهم إلى إعادة وإغاثة قطع غزة خاصة وإعادة إعماره لأن غزة ما زالت تصنع لنا الدروس هي المحاصرة لكن وكأن نحن المحاصرون وليستهيش شكرا لك مرة شكرا لك بارك الله فيكم شكرا أنتم كذلك فأنتم الإعلام يعني قلوها الشريك الاستراتيجي في كل القضايا وخاصة القضايا الاجتماعية ولسيما القضايا العادلة إذن مشاهدنا الفاضل بهذا نصل لنهاية عدد اليوم نشكر لكم حسن المتابعة والإسراء نضرب لكم معادة آخر في ذات الشاشة وفي ذات الموعد بمواضع أخرى وضيوف آخرين متابعة طيبة لبقية برامجنا في أمان الله اشتركوا في القناة